أكدت رئيسة وفد حكومة السودان في مفاوضات جناف سلوى آدم بنية أكدت الحرصة على الاستمرار في الانخراط الإيجابية مع الأمم المتحدة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني في إطار احترام سيادة للسودان ووحدة أراضيه وفقا للقوانين والسياسات والأولويات الوطنية الحاكمة للشأن الإنساني أوضحت رئيسة الوفد الحكومي السوداني أن الوفد جدد رفضه التام لإنشاء أي كيانات موازية للمؤسسات الرسمية المسؤولة عن العمل الإنساني بالسودان داعية للمجتمع الدولي إلى تنفيذ مقتضيات أعلان جدة لحماية المدنيين